17 دولة أوروبية كانت لها بصمة في حملة عالمية لإنهاء ما يجري لحالات الإفلات من العقاب لتكون كفيلة بمحاسبة المجرمين الذين قتلوا عشرات الناشطين العراقيين بدم بارد دون أن يتم إلقاء القبض عليهم مراقبون عدوا هذه الحملة بداية خطوة أممية نحو إيجاد قتلة المتظاهرين ومن سفك دمهم لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم التي سلبت نتيجة فساد ينخر يوما بعد يوم بجسد العراق وجدنا أن هذه الحملات وجدت أصداء كبيرة في دول العالم وجدنا هناك كثير من المناصرين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي وقفت وقفات احتجاج ومساندة لهذه الحملة وجدنا أيضا أن تصريح أنطانيو بوترش الأمين العام للأمم المتحدة الأخير يقف أيضا إلى جانب هذه الحملة عندما قال عندما ينفذ أصحاب أو يفلت أصحاب النفوذ بفسادهم فأن الشعب أو الناس سيفقدون الثقة بمؤسساتهم الحكومية هذه الحملة التي لها جانبين تتركز الأولى على تحفيز القضاء العراقي بتطبيق هذا القانون وثانيها سياسية واضحة لمحاسبتهم خصوصا أن بعض الجرائم تكشف بعد 24 ساعة وبعضها خصوصا ما يرتبط باغتيال الناشطين أو المغيبين قصرا يحتاج إلى شهور أو سنوات دون جدوى فيما خصوص هذه الحملة الحملة المباركة التي انطلقت للحد من الإفلات من القانون من الجرائم التي ترتكب أنا أصور أنه لدينا أفضل من منظومة قوانين وقد يكون قانون العراق الأفضل في الشرق الأوسط ولكن المشكلة التي تعيق هذا التنفيذ هو للإجراءات التي تتبعها بالذات الجانب السياسي وما أن باشر ناشط كربلا بالاستعدادات لحملة إنهاء الإفلات من العقاب حتى لاقوا ترحيبا كبيرا خصوصا من ذوي الشهداء والضحايا للكشف عن هوية من سفك دماء أبنائهم فهم ينتظرون محاسبة قاتليهم بفارغ الصبر من كربلا جاسم الهميم التغيير